اشتركوا في القناة يبدو عادي لكن في اسئلة حاولت ألاقي إلها أجوبة صحيح ما تمكنت قصة حظر التوك توك في الأردن في الظاهر كانت السلطات وأصحاب القرار معاهم حق انتشار التوك توك سريع وكان في أحداث معا وكان لابد مدام أنه البعض بيستغلوا هذا التطبيق بنشر فتن أو إعادة نشر فيديوهات قديمة أو مش في الأردن وبسقطوها على أنها في الأردن كان لازم يعملوا على إغلاق أو حظر التطبيق في الأردن وأنا بقول بالظاهر لأنه كان في باقي وسائل التواصل الاجتماعي شغالة وعليها الناس وبتنشر مثل الفيسبوك واليوتيوب وغيرها طيب التوك توك أصدر بيان في 13.1.2023 قال أنه شطب 310.000 مقطع فيديو تم إزالتهم لأنه فيها فيديوهات مخالفة 86% من هاي الفيديوهات تم إزالتها قبل ما يكون عليها مشاهدات هذا البيان بيأكد كلام السلطات الأردنية أنه بالفعل كان فيه انتهاكات طيب ليش أنا حكيت في بداية كلامي أنه بالظاهر سبب حظر التطبيق هو الأحداث التي وقعت في معاني لأنه لو كان بس هذا الهدف المفروض أنه انتهت الأمور وعاد الهدوء والحمد لله إلى وضع الطبيعي بفضل الله والقيادة الحكيمة في التعامل مع الأحداث أما السبب حسب وجهة نظري هو رغبة الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء هذا التطبيق الصين يعني وجوده والدليل أن هناك مشاريع قوانين تقدم من قبل الكونغرس الأمريكي لإصدار قوانين يلغي التوكتوك في أمريكا وبعض الولايات بالفعل قامت بإلغاءه وفرض حضر عليه وفي بعض الدول مثلاً زي الباكستان ألغته مشان نشر التطبيق بنشر أمور إباحية حسب السلطات هناك وأنه محتوى التطبيق مخالف للتعليم الإسلامية السمحة ويا ريت كان عندنا في الأردن سبب إلغاءه نفس السبب اللي في الباكستان وأما الهند ألغته لأنه في مناوشات بين جارتها الصين على الحدود وأستراليا قالت أنها حضرت التطبيق لأن الصين بتجسس عليها من خلال التوكتوك طبعاً أنا بحب أوضح أنه كثير من محتوى التوكتوك غير مرغوب فيه بالنسبة إلي وبالفعل بيروج الإباحية بطريقة أو بأخرى لكن هذا مش موضوعي السلطات الأردنية قالت أنه حضرت هذا التطبيق في بيان لوحدة الجرامل الإلكترونية بشكل مؤقت طيب لمتى هذا المؤقت طيب مش معظم اللي بيستخدموا التوكتوك في الأردن نزلوا برنامج بشغل التوكتوك والسلطات لا زالت تحضره يعني كل اللي بده يطلع على محتوى التوكتوك في الأردن نزلوا برنامج معين بشوفوا المحتوى عليه والحضر ما إلو أي معنى على الصعيد العلمي أو العملي غير أنه رسالة إحنا في الأردن بدنا نوصلها لمين؟ ما بعرف مضمون هاي الرسالة أنه بدنا نحضر التوكتوك يا أصحاب القرار بالأردن مدام أن موظم الشعب الأردني بيشوف محتوى التوكتوك وأنتوا على أساس حاضرينه أي احترموا شوي عقولنا واحترمونا وحسسونا أنه إحنا أصحاب القرار مش أي دول أخرى السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة